فنجد على مستوى الأمح الذي يخدم 71 مليون مواطن في توفير 250-270 مليون رغيف يوميا نجد النهاردة وإحنا موجودين عندنا 2.6 مليون طن من الأمح المستورة ونستهدف 5.5 مليون طن من الأمح المحلي إلى 6 مليون هيدينا 6.6 شهر إذن إحنا النهاردة ولأول مرة نقدر نتكلم مع كل الظروف العالمية الضاغطة في هذا الموضوع إن إحنا عندنا حتى نهاية يناير العام القادم كاحتياطي استراتيجي من الأمح بمعنى أكتر من 6 شهور ويصل لتسعة شهور بالنسبة لسلعة السكر تم رفع القدرات الإنتاجية من سلعة السكر ووصلنا من 2017 كان عندنا اكتفاء ذاتي 75% النهاردة بنتكلم عن 89% ل90% وإن شاء الله بعد افتتاح سيادتك للمصنع القناة في غرب غرب المينيا على الشهر القادم أو في يونيو إن شاء الله يكون هناك بإضافة هذه القدرة الإنتاجية اكتفاء ذاتي على عام 2023 من السكر ودائما مع قلة من المساحة المنزرعة من قصب السكر بيتم زيادة المساحات من البنجر والسنة اللي فاتت بس إحنا استوردنا 200 ألف طن سكر خام بينما في 2017 استوردنا مليون طن سكر خام ترجمة نانسي قنقر